افتتح معالي شيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي وتكنولوجيا المحفزة في الإنتاج الذي يقام على مدى يومين بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية وعدد من منتسب الشركات النفطية الخليجية والعالمية وفي تصريح بهذه المناسبة أكد معالي شيخ محمد بن خليفة الخليفة أن قطاع الطاقة في مملكة البحرين يشهدون ماء مستمرا في ظل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز من دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة وأوضح معالي أن استضافة مملكة البحرين للمؤتمر يأتي في إطار اهتمامها بتبادل الخبرات والتجارب حول أهم التطورات التكنولوجية في هذا المجال وأكد معالي أن تنظيمة واستضافة مثل هذه الفعاليات الهامة تعتبر فرصة لمناقشة الأراء والأفكار حول سبل تطوير هذا القطاع ومواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة الكورونا وأليات التعامل مع مختلف الطوارئ والأزمات مشيرا إلى أن صناعة البتروكيمويات تواجه اليوم تحديات وفرصة جديدة مع تغير الأسواق واتجاه العالم نحو الاستدامة والتخلص من الكربون وبين معالي أن العمليات التحفيزية هي من صميم عمل جميع معامل التكرير والبتروكيمويات التي تشهد زيادة في الطلب عليها على العوامل المحفزة في الأسواق العالمية بمشاركة نخب من الرؤساء التنفيذيين ومنتسبي شركات النفطية الخليجية والعالمية والخبراء المختصين بالصناعات النفطية حول العالم انطلقت أعمال مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي والتكنولوجيا المحفزة في الإنتاج وذلك بهدف مناقشة أفضل الطرق والحلول الملائمة لزيت الوقود المتبقي والمخلفات وسبل مواجهة تحديات جائحة كورونا على قطاع الطاقة المؤتمر يعني بتقنية التكرير وتحويل المنتجات البترولية إلى منتجات أكثر قيمة مشروع بابكو طبعا اليوم هو في المراحل الأخيرة من تنفيذ المقاولة والإنشاء وإن شاء الله يضيف وحدات جديدة ترفع من كفاءة المنتجات البترولية يحول ما تبقى من براميل النفط اللي يسمى bottom of the barrel إلى منتجات أكثر قيمة مثل الديزل وقوة الطائرات إلى آخرة فالمؤتمر صار له كذا سنة يعقد ونجاهد فيه تطور كبير في تقنية التكرير واليوم بابكو طبعا على مشارف انتهاء مشروعها وإضافة أحدث تقنيات التكرير وشاكر كل الشكر للمنظمين والرعاة لهذا المؤتمر تنظيم واستضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر تعد فرصة سانحة لمناقشة الآراء والأفكار حول سبل تطوير هذا القطاع وأليات التعامل مع مختلف الطوارئ والأزمات وذلك نظرا إلى أن صناعة البترو كيمويات تواجه جملة من التحديات المستمرة خصوصا مع التغيرات التي تطرأ على الأسواق واتجاه العالم نحو الاستدامة والتخلص من الكربون في معظم هذه المؤتمرات الشركات تعطيك آخر التطورات بالنسبة للتغيرات في التكنولوجي مثلا أو في التقنياتهم حتى تتعامل مع التغيرات من ناحية التشريعات الجديدة على سبيل المثال تخفيض كميات الكابريت في بعض أنمع الوقود فهذه لتبعيات من التغيرات داخل المصنع مالك أو الشركة التشغيلية فجدا مهم ومفيد أن المشغلين يكونون مع تواصل مباشر مع المصنعين حتى يأخذون أفضل فكرة عن آخر التطورات في التقنيات التي تعرضها الشركة المصنعة في شركة شيل نشجع هذه المبادرة نوع المبادرة التي تعطينا فرص لقاء بين الشركات والزبائن التي تعطينا فرصة على المستجدات في عالم تكيير البترول والغاز نرى نوع التكنولوجيات ونوع الحفزات لهم القلب للوحدات والمفاعلات في المصفات اطلاع واستكشاف لآخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة في قطاع النفط والغاز يتبادل من خلالها ضيوف المملكة خبراتهم واقتراحاتهم بأجواء تشاركية وتعاونية رحبة يطمحون من خلالها لتوفير البيئة الخصبة لدعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم فرصة سانحة يتيحها هذا المؤتمر أمام الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع النفط يتشاركون من خلالها آخر مستجدات التكنولوجيا النفطية وأيضا سبل مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بعد جائحة كورونا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين